مرحب بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقة برنامج صالون صحة فقرة نتكلم عن مفهوم من ضمن المفاهيم الجديدة في عملية الدعم النفسي وهو الكوتشنج الكوتشنج هي وسيلة من الوسائل اللي بتساعد الآخرين على الوصول إلى حياة أكثر استقرارة وأكثر سعادة دي نقطة نقطة تانية من الفقرة اللي نتكلم فيها نهارنا هنتكلم عن العلاقات الأسرية أو العلاقات الزوجية من هو الرجل ومن هو المرأة وأسباب المشاكل بين الرجل والمرأة وإزاي نقدر أن احنا نعالج ده بأسهل وبأبسط طريقة عن طريق الكوتشنج عشان نتكلم عن الكوتشنج يكون معايا خبير الكوتشنج ومدرب العلاقات الأستاذ عبدالله ربيع أنا برحب بيك أهلا بيك أنا بيك دكرة عبدالله أخبارك إيه؟ أهلا برحب الله الحمد لله باختصار كده الكوتشنج هو منفهم جديد مش كتير من الناس تعرف عنه في البداية كده إيه هو الكوتشنج؟ إيه هو الكوتشنج؟ خلينا نقول في البداية أن يا جماعة الكوتشنج مش تدريس الكوتشنج مش علاج الكوتشنج مش كل الكلام اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا ومش أي حد يقولك أنا لايف كوتش فتاخد كلامه ثقة وتجري وراه عشان تعمل سيشنز أو جلسات الـ ICF هي من أشهر منظمات العالم اللي بتدعم عملية الكوتشنج وبتنظمها بتقول أن الكوتشنج ما هو إلا شراكة ما بين الكوتش والمستفيد بغرض رفع وعي المستفيد علشان يقدر يختار أفضل الخيارات المتاحة والممكنة بالنسبة له بدون تدخل أو فرض سيطرة أو إصدار أحكام من الكوتش على المستفيد فبساطة نقدر نقول أن المستفيد بيجي الكوتش علشان يرفع وعيه فيقدر يختار اختيارات مناسبة يعني هي مش عملية علاجية هي عملية تأهيلية نقدر نقول تأهيلية ونقدر نقول عملية فيها نوع من أنواع الدعم ولكن هو اللي بيدعم هو اللي بيتخذ القرار هو اللي بيعمل كل حاجة نقدر نقول ببساطة الكوتش بيبقى مراية المستفيد بيخليه شوف الحقيقة أوضح أو الحقيقة بشكل أوضح وبصورة أفضل طب مين اللي ينفع معا الكوتشينج ومين اللي ما ينفعش معا الكوتشينج؟ أي بني آدم سوي نفسيا يعني إيه سوي نفسيا يعني عنده القدرة على اتخاذ قراره بشكل سليم تنفع معا عملية الكوتشينج ونجلسات الكوتشينج مين بقى اللي ما ينفعش معا اللي ما ينفعش معا أي حد عنده أي نوع من أنواع الإطرابات النفسية بأشكالها وأنواعها الناس اللي عندها مشاكل صحية مزمنة وبيعتقد أن الكوتشنج بديل للعلاج فده مصحيح بالمرة الناس اللي بتقول أن الكوتشنج هو تدريب ده مصح أو تدريب مدربين زي ما بنشوف على الساحة أن أي حد بيقول للناس تعالوا يا جماعة احضروا تدريب مدربين عشان تتطع لايف كوتش الكلام ده غير صحيح بالمرة فالناس دي كلها مش هتكون مناسبة لجلسات الكوتشنج هيكون بيهدر وقت ومجهود وفلوس على الفاضي كويس طبعا أنا كشخص عادي أعرف منين الكوتش الكويس أو الشاطر اللي يقدر يساعدني في أنه ناخد قرار وارفع وعي ومنين أعرف الكوتش اللي أنا حس أنه ممكن يضرني أكتر ما ينفعل ببساطة هتسأله حضرتك درست فين ومع مين والمنهج اللي حضرتك درسته ده تابع لأي منظمة زي ما قلتناك من شوية هي أشهر منظمة في العالم موجودة في 144 دولة موجودة في مصر فتقدر ببساطة ترفع سمعت التليفون تتصل بيهم تبعط لهم ميل يا جماعة والله في فلان بيدعي أنه درس من خلالكم أو عن طريق حد معتمد من خلالكم هل الكلام ده سليم ولا لأ ولو حجزت معي جلسات هكون آمن على حياتي وعلى تفكيري وأفقاري أو لأ يعني يتطمن من الجهة الموثوقة اللي تقدر تقول أنه الشخص ده فعلا دارس وعنده الطريقة أو الكيفية اللي يقدر من خلالها يساعدك في رفع الوعي بزبط عندي الجهة أو الشخص اللي درس معاه لو إحنا متأكدين أن الشخص ده حد موصوق فيه فنقدر نرجع للشخص اللي دربه أو للجهة مباشرة زي ما وضعت لك حيز كده يبقى هكذا كلمنا عن الكوتشنج مين اللي ممكن يروح للكوتش وإيه إزاي الطريقة اللي أنا أعرف من الخلال للكوتش طيب في العلاقات بقى ما بين الزوجين إزاي ممكن الكوتش يساعد في رفع الوعي ما بين الزوجين عشان يخلي فيه ما بينهم حياة مستقرة قبل ما نروح للنقطة دي عايز بس أأكد على فكرة يا جماعة احذر من نقدر نقول غول السوشيال ميديا اللي بقى أي حد مكاتب لايف كوتش فتجري تروح له لايف كوتش لا ارجوها جماعة للمصدر دايما مش عايب أن أنا دور مرة واثنين وثلاثة هوفر وقت واختر شخص مونسب أما بقى بالنسبة لحتة العلاقات الأسرية سبب من أسباب الفشل للعلاقات الزوجية أو العلاقات الاجتماعية أو الإنسانية بشكل عام هو عدم فهم الآخر عدم فهم الخالد ما هو إلا نقص وعي من عندي أو من عنده طيب أنا مقدرش أتحكم في وعي خالد لكن أقدر أتحكم في وعي عبدالله تب أتحكم في وعي إزاي أبدأ أروح لحد درس يعني إيه وعي يعني إيه مخ يعني إيه عقل ميكانيزم العقل نفسه بيشتغل إزاي فيقدر يساعدني أن أنا أفهم وعي وأرتقي بي فلو ارتقينا بوعي الشخص فلو وعي ارتقي وبدأت تناقش معك فلما نيجي نتكلم بعد كده أنا بكلمك من منظور مختلف من حياة مختلفة من معرفة مختلفة فبالتالي هنقلل فرص الصدام وفرص الجدال ويتحول ساعتها لنقاش يعني إنت عايز تقول لي أنه بتروح لحد بيعرف الدماغ دي بتشتغل إزاي بالضبط هو لايف كوتش آه لايف كوتش بتروح لحد لايف كوتش عارف مخك ده بيشتغل إزاي الطريقة اللي بيمشي بيها فلما تروح له هيرفع وعيك فيخليك تقدر تحرك دماغك بالشكل السليم اللي يخليك أنت وزوجتك أو أنت وأي حد في العلاقات تقدروا أن أنتو تنجحوا مع بعض العلاقة ما تقعش ما بينكو طيب إزاي بقى الراجل بيفكر وإزاي المرأة بتفكر والخلل بيحصل فيه الخلل بيحصل في المفاهيم المغلوطة أيوة يعني إيه مفاهيم مغلوطة يعني التربية والنشأة الخاطئة فدورنا في العلاقات الأسرية أو دور لايف كوتش في العلاقات الأسرية أو الزوجية هو التصحيح مفاهيم يبقى بنرفع وعي الأول ثم نصحح مفاهيم الخاطئة والمغلوطة زي مثلا من حالات الجدال المشهورة أو اليومين دولة على السوشيال ميديا هي فكرة إن الست زي الراجل أنا شايف من وجهة نظري إن لما حطت الست زي الراجل يبقى أنا بظلمها أصلا ربنا خلقك معززة مقرمة علشان تبقي مالك ليه أنت مصرة تهيني نفسك علشان تنجحي وتبقي زي الراجل أنت ممكن تنجحي في طرق كتير جدا مجالات أكتر زي أنك تعملي ماجستير تعملي دكتورات تعملي دراسات يعني أنت تدد عم المرأة لأ طبعا ولكن عمل المرأة بمقاييس يعني إيه بمقاييس؟ ربنا خلق الست في الحياة ليه؟ أو خلق ستنا حوى ليه؟ علشان يستقنس بها سيدنا آدم مظبوط؟ علشان تبقى شريك حياة بالنسبة له معنى أن ربنا حطها شريك للحياة معناها أن كل واحد فيهم بيكمل التاني علشان يعمله واحد صحيح مش كل واحد لوحده يقدر يعيش الحياة منفصل فطالما ربنا حطها شريك مش كائن لوحده يبقى ليها مهام ومسئوليات والراجل عنده مهام ومسئوليات مشدور المرأة بالضرورة أو مشدور المرأة الأساسي أنها تصرف على البيت فلو عمل الدفع تفضل منها أو مساعدة لزوجها أو عشان ظروف المعيشة فده طبيعي مفهوش مشكلة لكن لما عمل الورقة يتحول أن أنا عندي ابن مش متربي أو بنت سلوكها مش كويس بسبب أن أنا بشتغل ومش لقي وقت أربيهم يبقى هنا العمل فيه خلل يبقى فكرة العمل نفسها فيها خلل لأن مش عشان تنجحي تنجحي في الشغل بس لما أنت ممكن تنجحي في الحياة تنجحي أنك أصلا تبقي نموذج نافع للمجتمع أنك تخرجي للمجتمع أبناء نافعين أنه زي ما قلت لك من شوية تعمل ماجستير أو دكتوراه أو دراسات أو تتعلم أو تنقل خبرة أو علم الحد أو تساعد حد أن حياته تبقى أحسن وكل ده نجاح فمش بالضرورة أن نجاح مرتبط بالعمل عايز أقول لي أنه مش بالضرورة أنها تشتغل وتنجح أنها تأثر في بيتها وتأثر مع أولادها وتأثر في حياتها الشخصية بالجوزها مثلا عشان تنجح فيها كده بتأثر يعني دورها الأساسي ما بتعملوش وبتعمل دور أصلا المفروض أنه دور الراجل مع النهاردة يا دكتور خالد لما أجي أقول والله خالد نموذج ناجح جدا في الطب النفسي وبيساعد كل الناس بس في مقابل ده ما بيشوفش أصلا بيته وامراض يبقى هو ناجح ولا مش ناجح والنجاح هنا نسبي من أنه زاوية ونجح كم في المية مقارنة بالحياة ككل عشان كده دايما بنقول خير الأمور الوسط فأنا بشتغل الشغل المناسب أنا بكلم على الستات بقى الشغل المناسب اللي مش هيخليها تيجي على البيت ولا الزوج ولا الأولاد لقيت إن في حاجة هتيجي على التانية أبدأ بقى قيم والأولويات بقى هو أنا مين أهم بالنسبالي بقى الأولويات بالضبط أنا الأهم بالنسبالي الشغل يبقى أنت أصلا ما كانش هدفك من البداية جواز أو زواج أو إنشاء أسرة طب هدفي والله أولاد بس والزوج مش مهم يبقى هدفنا كان هو الخلفة بس فنبدأ بقى نصحح ونعدل مفاهيمنا هو إحنا عايزين إيه من الموضوع لا لفي ناس يا دكتور عبدالله بتقول إيه أنا بس عايزة إن الجواز حتة عاجل وبيفضل مركز إن حتة العاجل دي أهم شيء في الجواز ونبيفكرش غرفيه هنا المفهوم دا جاي منين وبيؤدي إليه والله يا صديقي أنا عندي وجهة نظر بتقول إن لو كان ربنا عايز الستات يبقى هدفها في الحياة هو الطفل وبس كان خلق كل البشر والله قادر على ذلك أو أيا كان أو الراجل أو ست وربنا سبحانه وتعالى قادر إنه يخلق البشر بدون الراجل والست تمام وزي ما حصل مع سيدنا عيسى طيب لو ربنا قادر ليه خلق الراجل والست ويخلهم مشروح حياة لتكتمل الأركان إنه هم اللي اتنين يكملوا بعض لو كان ربنا عايزهم من البداية خالص كل واحد يعيش لوحده فكان خلق بشر باستمرار بشكل لا متناهي كل ما حد يموت ربنا هيخلق غيره ولكن ربنا خلاك سبب وشريك في الطفل ده ليه؟ ليه ربنا خلى الست الحكمة بقى هنا فيه ليه ربنا خلى الست تحمل وتشيل تسع شهور والراجل يكون سبب علشان الموضوع يكمل وينطج في النهاية المنتج اللي هو الطفل عشان لما يخرج الطفل ده للمجتمع نبدأ نقول بقى هو مين اللي هيتحمل مسؤولية الطفل ده هل الأم الوحدها ولا الأب الوحده ومش المشؤولية فكرة التربية بس فكرة التعليم وتصحيح المفاهيم علشان لما يجبر ما يقعش في نفس المشكلة اللي هما وقعوا فيها إن عندهم أصلا مفاهيم مغلوطة ما المفاهيم المغلوطة بتاع الجيل الحالي نتيجة إهمال الأب والأم بسبب لقمة العيش والدعاء المشغوليات الحياة نحن مش فاضي لهم فخرج عندنا جيل البنت ما بقاش عندها مشكلة إنها بعد ما تتجاوز تتطلق المهم إنها لبسة فسان فرح وإنها خلفت وبعد كيف مش مشكلة أي حاجة تحصل وراجل بقى فكرة جزء كبير من دجال عندهم نفس المشكلة فهنا بقى نبدأ نقول يا جماعة صحوحوا مفاهيمكم ده جزء بقى من دور الكوتشنج تصحيح المفاهيم ورفع الوعي لدى المستفيد أو الشخص اللي جاي يطلب الخدمة أو يطلب جلسة الكوتشنج عشان في النهاية يبقى عند وعي وارتقاء بوعيه وفكره فبالتالي يقدر يقرر قرارات مختلفة ويشوف الحياة بصور أوضح يعني ببساطة شديد زي ما أنت قلت في البداية بتوري له صورة هو ما كانش شايفة يعني مراية مثلا بالضبط مرايته بالضبط عايز أقول لك يا خالد أن معظم حالات الطلاق اللي بتيجي في أول ستة شهور جواز معظم جلساتي جميع تبقى هو أنتو الحياة أصلا تشوفوا بعض تفهموا بعض لا تلاقى والله صحيح مش متفاهمين فبتلاقي أنها أصلا هي البنت مثلا كان هدفها من الجواز أن الراجل يبقى إتي أمه ويسرف أو الراجل هدفهم للجواز أن هو يجوز ويخلف وخلاص ورميها في البيت فلما نيجي بنقعد في قعدة تصحيح المفاهيم تلاقي أن مفهوم الجواز بالنسبة لها هو فلوس فتدور على مين بيشيل الشيلة مثلا مين معها أكتر مين معها أكتر مش كل الستات كده طبعا عشان في بعض المفاهيم بعض الناس بيبقى الجانب المدني عندهم ده الأساس في العلاقة بالظبط أو تلاقي الراجل يقول لك والله لا ده أصلها أنا جايبها عشان تطبخ لي وتخسلي لا هي مش في البنية ما هي حقوقه وواجيبات برضو زي ما هي ربنا كرمها أو كرم الإنسان وكرم الست وكرم الراجل فكل واحد لي مسئوليات وقدور لازم يقوم بي على أكمل وجه عشان كده لما بنرفع وعي الناس ونعدل ونصحح مفاهيمهم بيعيشوا حياة متزنة ولما نعيش حياة متزنة مش هنقول إن المشاكل هتختفي ولكن هنعيش أكبر قدر ممكن بنوع من أنواع السلام أو الاتزان النفسي لكن المشاكل هتفضل موجودة بس في فرق بإننا لما أتكلم مع خالد أو ناقش معه ونوصل لحل وإن إحنا نتخانق ونضرب بعض خلينا بس هنا أفصل ما بين نقطتين مهمين جدا دايماً العلاج النفسي الناس اللي بتروح التعالج نفسياً بياخد عدد معين وغالباً ممكن يستمره الفترات كبيرة في فكرة العلاج النفسي الكوتشنج الشخص عشان يوصل لنتيجة أو يحصل على استفادة بياخد وقت قد إيه وهل فعلاً الموضوع بيكون مجز بالنسبة له لفترات كبيرة ولا محتاج إنه كل فترة يروح لحدش كوتش يساعده يشوف نفسه بصي خالد إحنا ممكن عميل يجيلي جنسة واحدة ويشوف نفسه واضح جداً ويشوف حقيقته ويشوف احتياجاته ومتطلباته وعايزه يروح فين بحد تاني يحتاج جلسات كتيرة جداً بتتحدد بناءً على مشكلة العميل أصلاً عمقها عامل إزاي طيب ده جزء فيه شكل تاني من شكل الكوتشنج هو شكل إن الكوتشنج بيبقى لايف ستايل بالنسبة له اسلوب حياة بمعنى أنه والله النهاردة حقه هدف جديد فييجي مرة تانية شارك الكوتش في هدف جديد تاني وتستمر المسيرة باستمرار هترى الصديق بالنسبة له بيتابعه باستمرار بيروح له باستمرار ما فيهوش أي مشكلة بالنسبة له وريح له ما عندهوش مشكلة هو راح له يساعده في فكرة جديدة أو مفهوم جديد أو معنى جديد مظبوط وإلا ما كانتش دول عظيمة جداً أو دول عظمة على مستوى العالم يبقى الدخل التاني عالمياً في الكوتشنج أو الدخل التاني عالمياً عموماً هو من الكوتشنج ومن جلسات الكوتشنج ومن تدريبات الكوتشنج ليه؟ لأنه هو شبه الطب النفسي ما احترمنا للطب النفسي طبعاً ولكن ما بيوصفش أدوية طب وما الدوره إيه؟ دوره بيكمل اللي بيعمله الدكتور النفسي هي مراحل الدعم بقى وتصحي المفاهيم والإراهة والكلام ده كله وإن يفهم نفسه بشكل صحيح فما يقدرش ده يستغنى عن ده ولا ده يستغنى عن ده أنت عايز تقولي أنه العلاج النفسي مكمل المكمل ليه ممكن يبقى الكوتشنج لأنه هو لايف ستايل زي ما أنا وبحث بس أبنى حاجة يكون من مصدر موصوق منه ومكان معتمد وشخص معتمد عشان يقدر أنه يديك معلومة أو مفهوم صحيح طيب الدكتور عبدالله من الشخص اللي بيجي لك وبيبقى قادر على اتخاذ القرار وسوي نفسيا بس بتقوله لأ بصراحة أنا مش الكوتش المناسب بالنسبة لك لما بيكون الشخص جاي علشان اللي هو أنا أثبت أن أنا عملت اللي عليه هم قالوا لي أن أنت ممكن تروح لايف كوتش فيساعدك فأنا هرايح عشان بابا قال لي أو أختي قالت لي أو زوجي قال لي أو مرطي قالت لي فالنوع ده هو جاي أصلا بحكم مسبق أنا مش هنفع وأنا مش هقدر أحق الهدف ده يعني لازم هو جاي بقردته جاي بقردته شايف الهدف بتاعه واضح بس مش عارف يعمله إزاي هنا نقدر نقول إن ده شخص ينفع ما ينفعش بقى أو الشخص غير مناسب بالنسبة لنا أو أنا كوتش غير مناسب بالنسبة له اللي هو جاي اللي يثبت حقيقة أن الكوتشيج مش موجود مثلا أو أن علشان أثبت لهم أن نخلي بالكم الرجل اللي بيقولوا عليه هيساعدني ما أقدرشي فأنا خلاص كده أنا عملت اللي علي وأنا مبسوط بحالتي وبمشاكلي وبالبلاو اللي أنا عايش فيها آه يعني أنت عايز تقول إنه لازم الشخص يبقى جاي هو عنده الرغبة في إنه يشوف صورة معينة عارف إنه هو جاي مش جاي عشان يقولي مش خناقة هو هو جاي مقتنع تماما وجاي مش عشان يثبتوا أنت صح أو غلط أو موجود أو مش موجود لأ أنت مقتنع بدا بس جاي يساعدك في الحاجة اللي أنت جاي تحقق دي من أكتر الحاجات اللي أنا وجهتها حقيقة خالد إنه شوف حد مثلا جاي لي عشان يثبت ده عارف شابها إيه بالزبط إنه روح لدكتور علشان أنا عندي مرض ما والدكتور قال لي خلي بالك إن علاجك الوحيد هو إنك شوف نفسك اللي هو المضاد الحيوي فأنت تيجي تقول لأ طب وإنت مين قال لك إن المضاد الحيوي ده فعله هيعليجني يا سيدي تم تجرب وتخد التجربة آه فبياخدوا المضاد الحيوي هو مش مقتنع بيه فبيدي في اللاسيبو إفرت أو التأثير العكس أو ما بيستخدموش أصلا آه ما بيستخدموش أو بيستخدموه هو مش مقتنع فبالتالي ما بيدلوش نفس الناتج اللي مفترض ياخده لو مقتنع بالعلاك بالضبط عارف زي فكرة فيروس كورونا فيروس كورونا منظمة صحة العلمية بتقول إن أعلى عامل مؤثر هي المناعة النفسية إن الشخص يكون إيجابي لأقصى درجة ممكنة عشان تتحقق فعالية العلاج طيب بدون ذلك هتلاقي إنه ممكن ياخد بروتوكول العلاج ويبقى أصلا رئته كويسة جدا وجسمه كويس جدا بس حالة ونفسية بس نفسيا مش مظبوط فيوقع منعته أنا بقى هستفيد منك هنا في مقطة ليه في حاجة أو نديها لسادل وشاهدين دلوقتي الكوتشنج دوره إيه وإن إحنا كلمنا عن الدعف النفسي دوره إيه في مواجهة أزمة كورونا بالنسبة للناس بسجلسات الكوتشنج من الحاجات اللي الناس شوية مفهوم جديد عليها وخصوصهم في مصر فعشان كده إحنا عملنا حاجة لطيفة جدا إن أي حد تعرض لأذى من فيروس كورونا سواء كان دكتور أو صيدالي أو ظابط أو أيا كان تعرض لضرد نفسي أو خلل نفسي فإحنا بنقدم له جلسات الكوتشنج كانوا من أنواع المساهمة والدعم جانا تماما بحيث إن إحنا نوصل إحنا اللي اتنين لحالة من الاتزان فالمجتمع بتاعنا يخرج بالكامل يبقى شكله سوي أو حتى مش اللي تعرض لأزمة اللي حاسس بخوف أو رهبة من المرض وخصوصا الناس اللي عندها هلا فإحنا بنبدأ إن نقدم لهم حالة من حالات الدعم النفسي ده بيلاقي إقبال يعني بيقى فيه إقبال بقى من الناس على الجلسات الكوتشنج وخاصة نيامة جانية وسعر أمام دقية الفلوس خالص هل بيقى فيه إقبال من الناس يعني الناس عندها وعي في فكرة الكوتشنج أصلا هو الوعي زي ما قلت لك لسه مش منتشر قوي فكرة الكوتشنج لكن طبعا الناس عندها إقبال لأن الناس يهموا اللي يوريه حقيقته مش اللي يضحك يقوله وخلي بالك أنت هتبقى كويس وأنا هبقى كويس إزاي من غير خطوات من غير أهداف من غير حركات ستة بتحركها وعمر ده ما هيحصل فمحتاج حد يدعمه بحقيقته اللي هي بالضبط بنقول عليها من شوية أو زي ما قلنا عليها من شوية برايته كويس أنا جيه دايما جيه زين دلوقتي حاجة أي اتنين بيتجوزوا وبعد ما بيتجوزوا بيحصل مشاكل إزاي إحنا قبل ما الاثنين المقبلين قبل ما الاثنين المتجوزين يتجوزوا بقى خلاص إزاي نهيئهم عن طريق كوتشنج إن هم يدخلوا العلاقة يعني على الأقل لما يتجوزوا ما يبقى شاكل مشاكل كتيرة تبقى أوليلا يعني زاي نرفع وعيهم قبل عملية الجواز بص يا سيدي إحنا بنعمل باكتج كده لطيفة عبارة عن ثلاث جالسات تبقى جالسة للزوج وجالسة للزوجة وجالسة جامعية بنبدأ نعمل إيه نشوف الراجل من وجهة نظره إيه مفهوم الحب وإيه مفهوم الزواج وإيه مفهوم المسئولية وإيه مفهوم الخلفة وإيه مفهوم البيت وإيه مفهوم المصروف ونبدأ نحدد كل المفاهيم دي بالنسبة له شكلها عامل إزاي نفس القصة بالنسبة للزوجة ونبدأ نخليه يشوف المفاهيم دي مناسبة لحياته المستقبلية ولا لأ لأن للأسف جزء كبير من مفاهيمنا جاي من خبراتنا السابقة اللي إحنا شفناها مع بابا وماما ومش بالضرورة خبراتهم اللي فاتت حتى لو كانت ناجحة تنفع معي فنبدأ نعمل إيه ستقول لكل شخص مختلف يعني طبعا ممكن تبقى أنا وخالد نفس المشكلة لكن الحلول مختلفة وطرق التنفيذ كمان مختلفة فشوفنا المفاهيم بتاع الزوجة وبتاع الزوجة نبدأ بقى الجلسة المشتركة نبدأ نعبدل ونصح مفاهيم هم ونخليهم هم اللي اتنين في كل مفهوم يوصلوا لنقطة يعني مثلا تجيلي زوجة تقولي والله خلي بالك أنا عارفة أنه عصبي ولما بيتعصب بيكسر الدنيا طب الحل هنا ايه يتطلقوا لا حدرت قبل ما يتجوزوا أو قبل ما يتجوزوا فأنتي خلي بالك أن ده مش هيتغير بسهولة لأنه محدش بيغير حد ناس بتتغير لما تبقى عايزة أنها تتغير أو تشعر بالرغبة في التغيير طيب يا بنت الناس والله هو ده عصبي فأنتي شايفة الحل ايه فتقولي والله أنا شايفة أن أنا مثلا ممكن ما ردش عليه لما يتعصب طيب أنت شايف ده مناسب بالنسبة لك ولا هتقولي أنها أصلها بردة وما بتردش فتبدأ بقى توصل النقط ببعضها طيجي تقولي والله بس خلي بالك أنا شايفة أنه لو نزل من البيته ومتعصب ممكن ده يبقى حل كويس أنا أهدى وهو يهدى فناخد وقت كافي فنبدأ له والله ده كويس بالنسبة لك ده مناسب ولا لأ فنبدأ نشوف إيه المناسب وإيه اللي مش مناسب لحد ما نوصلهم لنقطة ثابتة هما الاتنين مضطفقين عليه طيب لو اتفقنا على نقطة ثابتة أنا وخالد مش هكسرها إلا لو أنا عندي إن هي أخسر خالد فيبقى من البداية خالص تلاشينا فكرة الخداع أو الصدام آسف أو عدم الوعي ما بين أو عدم الوعي نحن أوضحنا صورة بشكل واضح كده فعرفنا لما يتعصب إحنا بنعمل إيه لا إحنا نستنى شوية وبعد ذلك نرجع نتكلم مرة تانية أو هنزل من البيت أو هنزل من البيت أو هدخل قطي أين كانت الطريقة حاجات كتيرة من هذا القبيل يا إنت عايز تقول إنه في البداية خالص لما الاتنين بيعرفوا أو بيتوصلوا المفاهيم مشتركة ما بينهم وكل واحد فيهم بيقدر يعرف إيه هي المفهوم بالنسبة للتاني وإيه هي الفكرة بالنسبة للتاني ده بيسهل عليهم بعد كده طريقة التعامل ووعيهم بيبقى مرتفع من البداية فبيساعدهم بعد كده إنه هما لما يتجوزوا إنه هما يكونوا على الأقل أكثر وعياً بمشاكلهم وبظروفهم وبالتصرفاتهم وبطرق تعبيرهم عن المواقف وعن الأشياء بشكل كامل طبعاً جداً خيس طيب دي بالنسبة للناس أمن المقبلين على الجواز طيب في تربية الأولاد أحياناً بالأم بتحتاج تبقى كوتش لولادهم عشان تقدر تفهم منهم نفس الفكرة اللي المدرب أو الكوتش بيقعد مع الشخص فبيخليه يفهم إزاي الأباء والأمهات يبقى كوتش لأفطالهم في البداية أبسط حاجة ودي من الأخطاء الشعاع جداً وخصوناً إحنا داخلين على متحاد سانوية العامة كمان كم يوم إن الأب والأم بينتظروا من الطفل مهما كان شخص زكي إنه هيطلع لتفكيرهم وده مش هيحصل واحد واحدة بقى يعني يعني بابا وماما عايزيني أنا اللي أطلع لتفكيرهم اللي هو دي لما تتعمل إنت لازم تبقى فاهم أنا فكرت المصلحتك فتعملها زي ما أنا عايز معنهم لو فكروا لجزء من الثانية إنه هما اللي ينزلوا التفكير للأطفال ويتعاملوا معاهم كأنهم في سنهم أياً كانت مرحلهم العمرية صدقني كانت حياتهم اختلافت كتير كان يخرج عندنا جيل مصقف واعي وقريب من بابا وماما بص النهاردة على السوشيال ميديا شوف نسبة التقارب ما بين بابا وماما عاملة زي تبتلاقي الأبناء عاملين الأبهاتهم وامهاتهم تلوك على الفيسبوك على تويتر على إيستجرام علشان هو شايف إن بابا لما كتب بص بالشكل الفلاني هيزعقل أو هيشوف تفاهل مثلا أو هيشوفه تفاهل مع إن لو شاركت ابني وحولته لصديق لو شاركت بنتي وحولتها لصديقة مش هيضطر يدور على حد بره فيحكيله والحد ده إحنا ما نضمنش هيبقى كويس ولا لا عشان كده أسهل طريقة تبقى بيها كوتش لولادك أسهل طريقة تبقى بيها كوتش لولادك إنك تنزلي لسنهم وتصح بيهم حياة تختلف كتير كويس فكرة بقى الأطفال محدش بيسمعهم غالبا بيبقى فيه فجوة ما بين الأب والأم في فكرة إنه سيبن لهم الموبايل أو الكابلت أو الحاجة اللي هم بيلعبوا عليها وبالساعات 7-8-9 ساعات في اليوم أهم حاجة إنه ما يبقاش بيعملوا وشة في البيت شايف إنه ده ممكن يوصل في النهاية الطفل الإيه ويوصل الأب والأم في النهاية الإيه أولا لوحدة والوحدة دي جواها بلاي وسودة خصوصا في سن المراهقة كبرة على الوحدة معناها إنه هيدور على حد من بره يسمعه زي ما قلت من شوية الحد ده ما نضمنوش يبقى كويس ولا لا عشان كده أول حاجة بتعملها البنت في سن المراهقة إنها هتبدأ تهرب لحد يطبطب عليها طيب ده جزء الشخص ده كويس أو لا ما نضمنوش الجزء الثاني بلاوي السوشيال ميديا والجرامي السوشيال ميديا سواء من الولاد أو البنات اللي احنا شايفينها وكل يوم النيابة العامة تصدر بيان عن مين انتهك عرض مين عن مين مش عارف عمل إيه عن مين كانت مش كويسة يعني الفكر ده بسبب عدم تواصل الأب والأم بالطفل مع النهاردة خالد أنا ابني من هو صغير عمالة كبره على فكرة إنك تمسك الموبايل بقى لوح لك فأصبحت هي دي البوابة والنفذة اللي بيبص بيها على العالم اللي هو أصلا مزيف طب أنا ببص على العالم مزيف وفيه حاجات كتير مش كويس وإنت يا بابا سمحت لي إنت شايف إن ده المناسب طب طالما إنت شفت أنا المناسب طب أفهم أكتر منك لأي أنت أكيد أكبر وفاهم عشان كده تديتني الموبايل فيبدأ يتصرف بشكل لا إرادي وشكل لا واعي وينصاك وراء برامج السوشيال ميديا وما نضمنش إنه هو يستخدمها زي ما قلت لك استخدام سليم أو الشخص اللي بيتواصل معه ده مش هيستغله لو نزلت ما باحث الانترنت هتلاقي بلاوي حرفيا سودة في سن المراهقة وإزاي بيتعمل لهم أفخاخ وإزاي بيتنصب عليهم وإزاي 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 ده نتيجة إيه؟ آه يعني إيه أشهر الحاجات أو الجرائم الإلكترونية ممكن من خلال قعبة الطفل على النات إنه لقي حد يستغل لابني أو بنتي ويطلع بشكل مش كويس يطلع بشكل قليل أدب يطلع بشكل عريان بشكل الأشكال دي كلها لصالح تحقيق أرباح دي مصيبة سودة وأكيد أنت شفت ده منتشرة الفترة الأخيرة آه عن تيك توك وعلى برامج تيك توك وغيرها طب هو مين إنه وصل لابن والبنت لده؟ هل الناس دي ما عندهش أب هط؟ أكيد عنده أب وأمه بس مش وغدين بالهم مش معاهم أصلا لأ هم وغدين بالهم بس ما بقوش قادرين يتصرفهم نتيجة إنه هم أهملوهم السنين اللي فاتوا بتكلها فالجيل ده ممكن دلوقتي تكنتروله أو تسيطر على الوضع الحالي لكن هيبقى بصعوبة جدا بس اللي تقدر تتحكم فيه حرفيا اللي لسه بينجأ آه الأطفال اللي لسه يعني في البداية خالص اللي أنت لسه بدك تبديله الموبايل آه تمام فحافظ عليه شوف اهتماماته رايح فين جاي منين لازم تشاركه باستمرار كويس إنت بتشجع فكرة إن الأب والأم يرقبوا تليفون ولادهم فيه فرق ما بين المرقبة والمشاركة يعني إيه؟ يعني لما جي أقعد ألعب مع ابني طول الوقت اهتمي به طول الوقت أتواصل معاه أهزر معاه بنفس طريقة أصحابه اللي هو بيحبها هو أصلا مش هيبقى فيه فرصة إن أنا رائب لأن هو خلاص هو حس إن أنا أقرب ليه من أصحابه لكن النهاردة بابا بيزعق وماما بتضرب وطول الوقت ألفاز مش كويسة وطول الوقت خشوا جواه وطول الوقت ده كلام كبار وطول الوقت مش عايزينك تبقى شريك معنا وانت منتظر للطفل يعمل إيه؟ فأصلا لو إحنا من البداية بنشاركهم فرصة المراقبة أصلا هتبقى ليلة جدا يعني أنت بتحبز أو بتحب فكرة إنه يحصل ما بين الأب والأم مع الطفل فكرة المشاركة من البداية الظبط هنا هتبقى رقيب مش مراقب يعني فيه فرق بينك تبقى رقيب ومراقب رقيب دورة الطبيعية رقيب عليه هيخاف منك ويحترمك ومش هيخاف عليك وهيخاف على زعلك مش هيخاف منك هيبقى خوفه الأساسي يعني دايما الأطفال بيخافوا من والده والدته يضربوا أو يهينوا أو يحرموا من حاجة هل ده سبب عدم المشاركة ما بين الأب والأم؟ عدم المشاركة والمفاهيم الخاطئة عن ثقافة السواب والعقاب وإحنا بنعاقب ولادنا زيه؟ ده مهم جدا هل فيه طرق من طرق العقاب؟ أنت شايفها لو الأب والأم تعامل بفكرة المشاركة أو الرقيب مش مراقب عليه ولقى أن الطفل بيغلط أو بيعمل تصرفات أو بيعمل سرقيات خاطئة على السوشيال ميديا أو عموما تشايف بوجهة نظرك إيه أبرز وسائل لأنه دايما السواب سهل جدا الناس بتجيب هدايا الناس بتدي مصروف زيادة بيفسحوه مش عارف إيه دايما ما فيش ناس كتير عندها مشكلة في عملية السواب لكن فكرة العقاب دايما الأم والأب وخاصة الأم بيبقى عندها مفاهيم معينة عن العقاب أبرز المفاهيم الخاطئة دي فكرة الضرب مثلا أنت شايف أنه الضرب ده تأثيره النفسي إيه على الطفل وإيه البديل ده؟ بضرب إزاي ده مهم؟ بضربه بكسر دماغه وبفتح دماغه؟ أم؟ ولا ضرب يحسسه بالألم لكن ما يعلمش؟ يعني إيه بقى؟ يعني إيه ضرب يحسسه بالألم؟ بمعنى مش الإحساس بالألم اللي وصل لك اللي هو أنا خليه نفسيا اللي هو الوجع اللي هو معنى إيه الوجع الإحساس بمكان الضرب طمام؟ أنت تربيت وأنا تربيت على المدارس الحكومية بتاعتنا اللي كانت فيها ثقافة الضرب ومهمة جدا ولكن مع احترام إن إحنا ما نعورش الطفل ونكسره صح؟ فأنت خرجت لمجتمع إزاي؟ أنا أعترض معاك أعترض معاك لكل وسائل التربية الحديثة دلوقتي بتلغي عملية الضرب عموما ما أنهي ضرب أه يعني أنهي ضرب لقيت ضرب عموما خلينا رجع لك كده فلاش باك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله أحد مش متذكر فيما معنى النص أو الحديث لما قاله أنت إتضرب زوجتك ولكن ضرب واغز يديها الإحساس بالنجزة علان أو موجوع وهي تحس بالوجع لكن ما يعلمش ما يسيبش أثر ويبعد عن الضرب عن الوش فمش الضرب اللي هو بمعنى نمسك خرزانة ونضرب العلم بأهدله الإحساس إن هنا خلي بالك حاجة كده مثلا الحاجات القسيطة اللي يتحسسوا بأنك أخطأت بالإضافة لأنك ممكن تتبع ثقافة الحرمان في بعض الحاجات وأنك تزود السواب في بعض الحاجات أنا عايز أقولك النهاردة من أشهر طرق الخاطئة اللي الأب والأم بيعملوها أنه يفصلوا الروتر دي مصيبة سودة دلوقتي أناك تفصل الروتر في البيت وما بقاش فيه إنترنت إيه مصيبة كده؟ الأبناء بيدي من أسوأ طرق العقاب أنا شايفها كده ليه؟ ليه بقى؟ لأنه النهاردة ما فيش طفل ما بقاش بيحوش من مصروف ويروح يعمل باقت الإنترنت فأنت بتتوهم أنك أنت كده بتعجوه لأ بالعكس أنت كده بتفرعنه أكبر وتخليه يشوف طرق مختلف هيعرف يتصرف بيه لكن لو بجيبه زي ما قولنا من شوية وبنشاركه نهي وخلي بالك أن نتيجة اللي أنت عملت والله إحنا هنفس الإنترنت وهناخد الموبايل لمدة ساعتين بسلا بس كده؟ لأ بس خلي بالك أن الساعتين دول بقى ده أنت مش هتقعد فيهم يا خالد في قطك لأ ده إحنا هنقعد مع بعض وخلي بالك ده إحنا كان فيه حاجة بايزة في البيت فأنت هتشاركني في تصليحها في خلال الساعتين دول فأصبح المشاركة موجودة عامل العقاب موجود وعمل حاجة كمان إيجابية نفعة فأصبح لك هم مش مرتبط بس بقى بالضرب ولا نفس الإنترنت وخلاص لا ده ارتبط بإيجابية ومشاركة وتصليح قيمة أو إصلاح قيمة عند الطفل ده ما كانتش موجودة لكن أخذ الموبايل بقى وفس إنترنت وخش على قطك وانت كده كده مش نافع حتى تبتقول إن حتى هم بتعقبوا بتتكلم معاه بالضرب بإيجابية وهعقبك ليه وإنت شايف خالد ده خطأ ولا صح دي من الحاجات المهمة جدا أنا أشوف هل إنت بتعمله ده شيء طب قال أنا شايفه صح طيب صح إزاي أنا عايز أفهم منك علشان تعلمني علشان يمكن أنا اللي بتعامل معك غلط فأقول لي طب أنت كان مفروض نعمل إيه طب وده معناه إيه وكنا مفروض تحله إزاي طب الطفل هيبقى عنده مدرك وده بيختلف على حسب الفئة العمرية إحنا بيتعامل مع سن كم سن أربعة خمس سنين ست سنين هل هيبقى مدرك إنه يقول ده عملتوا ليه وإزاي وعشان إيه والكلام ده لأ سن أربعة خمس سنين ده أنا مش هينفع كوتشنج خالص أه ده أفضل إحنا قلنا من الأول خالص كوتشنج يعني ده حد قادر على تخيز القرار أيان كم سن يعني مش هينفع معاه سن صغير ده دايما بنروح لأخصائي تعديل سلوك متخصص شاطر فاهم يقول لك والله السن ده نتعامل معه إزاي ليه الحضانات في السن ده نكحة جدا والأطفال بيحبوها وبيصنعوا كلامهم جدا علشان بيستخدموا سلوكهم اللي بيعملوا حتى لو غلط لصالحهم بيفهموا الطفل بينزلوا لسنه بيدولوا أنشطة يعملها بيشاركوا في الأنشطة ما بيدلوش لعب وقالوا خلاص إلعب بقى لحد ما وقت الحضانة بتاعك يخلص وخلاص فهتلاقي طول الوقت حد بيشاركوا حد بيشاركوا حد بيشاركوا فكبر أصلا على إحساس المشاركة فهتلاقي الطفل بقى بيحب الحضانة أكتر من البيت بيحب المس يعملوا حضانة وفيها نشطات وفيها لو عايز أقولك عندي أمثلة بقى البنت بتحب المس أكتر من بابا وماما ليه أصلي بابا وماما بيزعقوا ما بيسمعونيش ما بيعملوش إذا أنا عايزاو المس بتعملي كل حاجة هي نفس الفكرة بزبطة هو تعديل سلوك وتربية إيجابية هي عارفة تعملوا بابا وماما مش عارفين يعملوه عشان كده دايما بنقولهم انزلوا لأطفال يعني مش عايب أن انت تنزل بطريقة تفكيرك وبوعيك وبإحساسك للطفل مش خالص النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلعب مع الأطفال ولد عمره قلل من نبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم الأنبياء ورسالة عظيمة ونبي الله ورسول الله ايو كان عايز يقصر رسالة لنا دلوقتي بزبط إزاي إحنا نتعامل مع أولادنا وإزاي إن إحنا نربيهم كويس وإزاي إن حساسنا بيهم هيزود من الدفء الأسري ما بين الأطفال لو ده حصل هيخرج بيحب البيت سبب من أسباب انتشار السوشال ميديا والأهايو والكافيهات والخروجات والكلام ده كله إن أنا مش حابب عادة البيت كويس عادة البيت بقت مملة مش كويسة طول الوقت فيها زعيق وخناءات وضرب وشتيمة وتهزيق وطوية عمر الطفل ما يحب عادة البيت ما يرغب في إنه موجود في البيت لإنه موجود الألم النفسي أو اللي بيشوفه مش مريح بالنسبة له فمش عايز يقعد فيه بالزبط كويس طيب قبل ما نختم الفكرة بتاعتنا إيه النصايح اللي إنت حابب إن إنت توجهها للناس بخصوص فكرة الكوتشنج وبخصوص العلاقات الأسرية؟ بص هي نصيحة دائما أنا مؤمن بيها إن العلاج النفسي أو الدعم النفسي مش عيب العيب إن الشخص يفضل عايش بالألم النفسي إن يفضل عايش بالوجع النفسي إن يفضل عايش متألم ومكسور فدي من الحاجات المهمة قوي اللي نازم الناس تهتم بيها فكرة العلاج النفسي أو الدعم النفسي أو جلسات الكوتشنج جميعها مش عيب ولا هيتقال عليك مجنون صدقني الجنان الحقيقي إن أنا عايش موجوع وأفضل متحمل الألم ده رغم الزروف والأحداث اللي حوالي فمش عيب إن إحنا نتعالج مش عيب إن إحنا نروح للايف كوتش مش عيب إن إحنا نروح لدكتور نفسي كل الكلام ده مفهوش مشكلة خالص المشكلة إن أنا عايش جوه المشكلة يعني أنت عايز تقول إنه اخرجوا بره مشاكلكو لحد متخصص ساعاتك وفي علاجة مش عيب خالص وأنا لما النهاردة لما معدت بتتعبني لازم أروح لدكتور متخصص شكرا لما نستيبت بتتعبني أستنى عادي أستحمل العكس وأعظم الأمراض العضوية وأكيد أنت عارف سببها أصلا نفسي الأمراض النفسة جسمية بسبب المشاكل النفسية تتحول العضوية على الجسم دكتور عبدالله ربيع لايف كوتش هو خبير علاقة أنا مشكورك شكرا جزيلا شكرا يا خالد مشاهديني الكرام في كل مكان دايما كل مرة باختم فيها الحلقة لازم يكون في رسالة لأنه شايف إنه الرسالة دي مهما كانت صغيرة وفي وقت قليل ممكن تكون تمثل قيمة لكتير من الناس سألت النهاردة اللي أنا عايز أوجهها لكتير من الناس هي فكرة إنه المشكلات النفسية والأمراض النفسية والاضطرابات النفسية هي ليست وصمة عار لأي شخص يعني أنت عندك مشكلة نفسية أو اضطراب نفسي أو عندك ألم نفسي أنت غير موصوم بالعار أنت ما عنداش أي مشكلة ده هي فكرة مشكلة زيها زي المشاكل العضوية أي حد بيجي له صداع أو بيجي له ألم في ظهره أو في رجله أو بيقع عليها لو حد وقع وهو ماشي رجله وجعته بيتطر تاني يوم أو في نفس الوقت يروح لدكتور متخص يساعده في علاج المشكلة أنا وإنت وأي حد في الدنيا مهما كان هو مين أكيد في وقت من الأوقات هيقع أكيد في وقت من الأوقات هيبقى قدرته على اتخاذ قرار أو حل مشكلة مش قادر يعمل ده مش قادر ينام مش قادر يكل كويس مش قادر يتعامل مع الناس حاسس بضربات قلبه بتزيد باستمرار حاسس أنه عنده مشكلة في الإدراك أو مشكلة في التذكر أو مشكلة في البيهيفير السلوك بتاعه أو مشكلة في المشاعر الإيموشنز وبالتالي هنا انت هنا عندك نوع من مشاكل للطرابات النفسية حد مر بصدمة معينة حصله حالة وفاة لحد قريب منه او حد عزيز عليه او واحدة مفصلت عن زوجها او مفصلت عن صحبتها كانت مصاحبها قوي او ايا كان هنا بيجي لك مشكلة معينة الطراب نفسي ايا كان اسمه ايه او ايا كان هيدخل تحت اسمه ايه ولكن من اشهر للطرابات النفسية هي الاكتئاب والقلأ والخوف دي من اشهر للطرابات النفسية هي الطرابات معروفة ومشهورة وانا بشوف ناس حرفيا بتعاني سنين وسنين وسنين من هذا الطراب الى ان يمرد بالقاتي بالضغط والسكر والام في الظهر والام في القلب وما الى ذلك وفي النهاية يبقى يعالج المشكلات دي ليه اصلا بسبب مشكلات نفسية في البداية اش كده نصحت ليكم ودي قعدتي انا في الحياة ودي جملتي انا اللي بختص بي هي المستقبل انت من تصنعه فقن دقيقا في صنعه لم تستطيع ان تصنع مستقبلا بدون حالة نفسية جيدة ان شاء الله باذن الله اشوفكم في افضل حال وفي افضل صحة وبافضل حالة نفسية ومزاجية ان شاء الله تعالى والحد ما اشوفكم الحلقة القادمة لكم من كل التحية والتقدير انا خالد صقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته